ليس تصريحين لشخص عدي ولم يخضع لتزييف زلت لسان للرئيس الأمريكي المرشح لعهدة رئاسية ثانية جو بايدن في يوم واحد أثناء مؤتمر صحفي على هامش أشغال قمة حلف شمال الأطلسي كيف هو قد تحول فيها الرئيس الأوكراني بولوديمير زيلانسكي إلى عدوه اللدود بوتين وأضحط نائبته كامالا هاريس نائبة خصمه دونالد ترامب اسمحوا لي أن أقدم لكم رئيس أوكرانيا رئيس بوتين رئيس زيلانسكي الرئيس الذي سيهزم بوتين لم أكن لأختار نائبة الرئيس ترامب لتكون نائبة الرئيس لو لم تكن مؤهلة لتكون رئيسها وإن كانتا زلتي لسان فإنهما في معادلة التوقيت والمكان خطيئتان استراتيجيتان برأي متابعين قد تبعدان بايدن عن مبنى البيت الأبيض بل قد تنهياني بانفلات قبضة السلطة من الحزب الديمقراطي فما قبل ذلك ليس كما بعده الانشقاقات داخل بيت الديمقراطيين بدأت تتسع وسريعا دعا 17 عضوا في الكونغرس بايدن إلى الانسحاب وسمح للحزب باختيار مرشح آخر بدلا عنه بسبب ما سموه عدم أهليته لمجابهة مرشح الجمهوريين خاصة ما تعلق بنعكاسات تقدمه في السن على أداء مهامه وما فاقم المخاوف أيضا خفاض معدلات التأييد الشعبي لبايدن ومعه تزيد الضغوط على نزيل البيت الأبيض الذي يرى أنه المرشح الأقدر على خوض السباق الرضوخ لرغبة بايدن في استكمال المصار أو ترشيح اسم آخر للديمقراطيين لن يبتعد عن دائرة ما ظل لسيقا بالمرشح الثمني في الفترة الأخيرة ولعله سيلقي بظلاله على الأشهر الأربعة المتبقية من عمر سباق الرئاسي